طب افرد بقى. بيحصل ساعات. انه توصل السدر الجيد جدا 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 ممكن تبقى حالة مقربة سره مسلا. طب عند حاجة بنشوفها موجودة. طب دي عين فعنعمل اللي احنا بنوصفه ده. اقدر اعمله تكنيكا ليه. اه. اخلي جزء من انسجة السدر متصل بالحلمة وارفعها واعملها. بس اراهن. لو كان حد هيطلع شكل جمالي. يعني ايه? يعني الطريقة دي لها حدود. لو مسافة من هنا من عند الرائبة كذا قدت حلمة اربعين سنتي. كتير قوي. اربعين ساعدة وخمسة اربعين ساعدة وصحة توصل خمسين. يبقى الطريقة دي اللي هي التقليدية. غالبا هتصغر. لكن السدر الشكل مش هيكون حلو. فده الشيء لازم يكون متفقين عليه لان انا انا بنصاح جدام ان احنا بنكلم قبل عمليات عالية. واريني بقى دكتور كده حالات. نحاول نشوف حالة قريبة من حالتك قبل وبعد. فزكاة الحالة كبيرة قوي ويريني بقى انت عملتها ازاي? لان انا بس على الكلام ده من دكتور كده. لان انا بعملش هكذا انا بقى عمليات وارينة. بتلاقي فعلا ساعدة صغار لكن مش جميل. ما هواش تعمليه التجميل. وده الشيء اللي احنا بدايما نحط تحتيه خط. احنا جئين من عمليات تجميل. فبيتعمل ساعدة عملية تانية. شوف انا بشرحها لكن ولا ومنذرست ان انا بشرحها لان انا عندي مينة نتائج هيلة. لان انا شوفت مينة نتائج هيلة. بنشيل من السدر الواحد ممكن كل ناحية تاعدة اثنين كميلة نص تاعدة نص تلاتة كيلو من كل ناحية. تخيل بقى واحدة ماشية بستة كيلو طول عمرها ليه النهار اي منايمة تشهيلاهم. ده التأثير على الرقبة وعلى الفقرات العنق وعلى الطهر وعلى الكدف وعلى كل حاجة. فده له طريقة تانية بقى. دي بقى الطريقة بتتعمل انا اقول مسلا حالات دي تمثل كان في المية في شغل ايه اذا كنت بعمل مسلا تصغير عشرة خمستاشر حالة كل شهر فدي مسلا كل شهر نشوف حالة وكل شهرين نشوف حالة. اللي احنا بناخد فيها رؤى. بناخد الحلمة هنطلعها برا. ونصغر بقى السدر وناخد المأس ونطلعه ونندوره ونحكيفه زي ما احنا عايزين. انا بقى مش متقيد هنا ان انا حافز على دورة دموية وعلى احساس للحلمة. ونعمل شكل السدري ممتاز. وبعدين نجيب الحلمة دي كرؤعة نلزعها على الحلمة السدري تاني. انا بقول تاني ان الكلام ده بتعمل في حالات معينة وقليلة. حسنا الناس التكتل ده الدكتور رحمد بعمل كده. انا بعمل كده بس انا سعيد ان اقول كده ان انا طب ده اشوريك وصور ولا هنطلع من هنا على على مباحث الادام. لكن لكن النتيجة دي اه بتاخد وقت اطول كتير بعد كده عشان حلمة تسترجع الاحساس اللي فيها. لكن اللي انت بتستريحي راحت السنين. التعب اللي كان موجود كل وابل كده او الوزن التقيل او الحجم اللي بفضية ده كل ده. بتلاقي نفسك حاجة تاني خالص. فاذا ده طريقة. مش هنقول انها اا ممنوعة لا. لليها حدود ولها مكان ولها مكان محترم جدا. الناس اللي عملوها عندي انا يعني عندي واندي غيري. اا الناس اللي عملوها سعداء بيها جدا لانه بتدي شكل اللي احنا عايزينه. بتدي الحجم اللي احنا عايزينه. واتراحك بمشاكل كتيرة جدا جدا جدا.